موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد ونهار جديد نتمنى يا ربي تكونوا باخر وعلا خير وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو هادا فيديو ديال اليوم غدي يكون متنوع كما عودتكم غدي فيه شهيوات بطبيعة الحال كما عودتكم هتكون واحد طاولة ديال العشاء مميزة اللي ممكن تحضروها لوليداتكم ويستمتعوا بها في هاد الفصل ديال الشتاء كذلك تكون واحد الكيك يومي خطير كيجيزبين بواحد المكون اللي كيعطاه لده على لده كذلك يكونوا افكار روحية لاتكون فكرة ديال الفطور يكونوا بزاف ديال الحوائج وغنشارك معكم واحد الحاجة اللي وقعت لي واحد شمس العشية اكبر شمس العشية وقعت لي في هذا الفيديو هادا زي ما بغيتشارك معكم واحد الحاجة ولكن مهم ذيك الشي البلان مصدقش مهم بلما نطول عليكم انخليكم مع الفيديو مهم هنا البنات غدي نحضرو واحد الفطور اللي صحي كيجي الدي الدذ جدي نحتشو فيها البنات diyal الشوفان الشوفان لي ك انضيفو له كوب ديال حاليب ومن بعد هنضيفو كوب ديالماء صاف البأت είدي هما ثلاثة اللي درتهم اكيدfore exch زي مافي كاسران فوق من البطا We saved 1 ملعقة صغيرة ديال كاكاولمور costing hade 1 ملعقة كبيرة ديال الشوكولات الأسود انا استعملت شكولات الليبيتون سكر بشاك تبقى هاد تحلية صحية وغادي مبقى نحرك مرة مرة هاد الخاليد حتى نحس بالشوفان طب واكيدي لقلنا وصفة اللي هي صحية فضروري اننا نحلوه بالعسل الطبيعي من الاحسن او لاي لكن عندكم المايبل سيروب حتى هو ممكن تتحلو به صاف البنات وهو الخاليد جاهز هاد البنات فطور صحي والديد بزاف كي يعجب الوليدات انا بعدها ولداتي كي حماقوا عليه موسيقى 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 فكنت واحد لو قيتا بليا بالشاي دبع أو تاني وليت القهوة أو تاني بثاف ما يمكنش فاشكون بحالي خليوا لي في التعليق واشتنتوا ما كتعجبكم القهوة مهم هو هدا البنات الفطور ممكن تاكلو غيب حال هكاك ولكن من الأحسن تزينو هكا بشي شوية دل فواكه باش نزيدو له قيمة غذائية اكتر هنا درت واحد نص حبة ديال الموزة ودرت واحد المعلقة صغيرة ديال زبدة الفول السوداني اولا زبدة ديال اللوز اللي كانت عندكم وشوية ديال المكسرات اللي متوفر درت شوية ديال اللوز هكا مهرمش محمرة مهرمش ودرت شوية ديال اللوز ايفيليم صراح هذا الفوتور هدا كيشبع كيخليك شبعانة يعني مدة طويلة ساعة طويلة ما تفكريش المكلة نهائيا والديد بزاف البنات اللي كانوا سولوني كيفاش كندير نضف هاد الرخام اللي هو هكا في الاسود ونحافظ عليه لانه كما كتعرفو جميع انه الرخام هو حجر اللي هو طبيعي فافضل طريقة تنضفو بها الرخام هي الماء والصابون فقط يعني باش تحافظو عليه مدة طويلة ما تديرو لاخل لاجافي لا تاشي حاجة وكاتتمسحو السطح العمل كلو ديال كمرخام كلو كاتتمسحو تحاولو تفركو يلي كان فيشي طبايع ولا اوسخ تفركو مزيان بهذاك البونجا اللي كاتتمسحو بيها ضروري انكم تنشفو بواحد زويف اللي يكون ناشف هكا ناكن نستعمل هاد الكليناكس الخاص بالمطبخ وسوف البنات تحصلو على واحد لماعان غزال غزال بساف ويلا بغيتو تزيد وتعطاهوه لماعان اكتر ممكن ترشو عليه شوية ديال بخودوه ديال الزاج كيزيد يعطاهو واحد لماعان هادي هي الطريقة ديالي باش كننضف يعني اللي الرخام وكنحافظ عليه سوف يمكن دير تشي مادة زعمة اخرى منسبة الهنا البنات تدرت الماء سخون بساف مع السابون الخاص بالاواني وغدين بدان نضف بيه البلاكارات البلاكارات البنات كي مشتوف اللون الابيض وراكو عارفين الابيض راه ضغيه كيبان فيه الوسخ هاد العملية هادي كننديرها مرة في السيمانة ضروري مرة في السيمانة كندو وزع البلاكارات كلهم بهالطريقة هادي كنبقى داكلمين ديالن في زكوف داكلمان اللي سخون بساف وصابون وكنعسر وكنمسح كندو وزع ليهم كاملين وكنولين نشوفهم مهي مجادرة مشارك معايا في الفيديو وغاسمحوا لي وصافي على هاد الاسواد صافي وكيبقوا يعني البلاكارات نقين وزويني لما كان ديالهم لا جافي لولو لانو كيموكلكم هاد العملية دي ما كان قوم بيها مرة في الأسبوع وكيبقوا صراحة نقين وكتحافظوا عليهم مكان ما احسن بالماء وصابون فقط يعني ودائما نشفوا الحاجة اي حاجة نظفتوها ولي ونشفوها ما تخليوش داكلمان لانو اللي خليتوها داكلمان ما هي فنش غادي بقى داك الخشب يخسر ليكم كتتقشر هاديك السباغة فضروري انكم تنشفوه مزيان مزيان هنا البنات كيمشتو مع اخويت سطح العمل فقلت بدا فورصة انني ننظفها لجانة نشارك معاكم كيفاش ندير نضفها مرات البنات كنمسحها غيب ليلة نجيت يعني دوك المنادي المبللة ولكن مرات كتكون محتاجة كنحس بها بحل ميد دماء كندير صابون او الماء حتى هي وبحض البنجة هكو كنبدا نفرك فيها غاي شوية بشوية تحاولو ما تكتروش عصرو ديك البنجة مزيان وفركوها ومباشرة البنات كتمسحوها وكتنشفوها مصافي يعني هدي الطريقة صراحة كيفاش كان مصحها وكتنقى كتحسو بحل غسلتوها وانتم مراكوها دوزو عليها بالمبس صابون ودك المين ديل وكتولي جديدة كتشعل موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 انه قاعدك الكالكير اللي فيه غدي يتحيد هادي هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تنضفو بها هادك الغلية دي هالكم من الكالكير سوف ينبعد البنات الطريقة اللي كنضفو بها هي كناخد الماء والصابون وكنغسله بشكل عادي جدا مهم انا هدا ما كيخسرش يعني عادي دائما ملفة انني نضفو بهالطريقة هادي كندير الماء ونغسله من فوق الاسفل ما كيخسرش نهائيا وخا انه ديلده يبقى يخدم عادي جدا وتهو عندي سنين هاد الماركز تقتزوينة بساف وهو الغلية ديالي انقيم من الداخل ومن على برة بنسبة لخفتو انه يبقى فيه ديك الرحة ديالخل الداخل فحاولوا تعمروه مرة تانية بالماء كله غي بالماء وديروه يغلي وخروه داك الملوحوه وصافيتش اللي كاين هنا البنات مهم جيت نصور لكم هاد السيمشوت هادي اللي كنت خديتها من امازون هادي آلة كتنضف بالبخاري يعني خاصة بالتنظيف كتنضف بالبخار وكتحيد نوع مال دوهون يعني اللي كتكون صعيبة انها تحيد مثلا عندك دوهون في المطبخ في الفران ديالك مثلا عندك أوساخ في زليج بين زليجة وزليجة ومهم سوف البنات حتى انا نوع مال مخذيتها من امازون وخدمتها خدمتها المرة اللولى وخدمت وكانت مهم زيانة نضفت بيها الفران ديالي وكانت مهم نقاتبه حل طريقة زوى وهنا جيت زعما نشاركها معكم ونقول لكم زعما الرأي ديالي فيها وجيت وعمرت الماء وهنتو ما وكان وريكم في الريوس زعما وكان شارك بنيتي ولكن فجيت نخدمها وقعت لي اكبر شمس العاشية واللي هي وما بغاش تخدم لي ما بغاش البنات تخدم ما عرفتش ما عرفتش علاش فينا هو المشكل فلهذا انا غدي نرجعها وبغيت نقول لكم ويم حاولوا تتقلبوا على ماركة اللي تكون مزيانة انا شخصيا ما ديش نعاود ناخد هادي لانو خدمتها مرة ومبد ما خدمتش وعندي الحق انني رجعها لانني ماشي بزاف باللي خديتها اللي عندها شي ماركة مزيانة تخليها ليل تحت في التعاليق لانو انا كيعجبوني بزاف هاد الالة تزيل تنظيف بالبخار يعني كيندفوبوا حد طريقة زوينة تهادي انا اللي خديتها زع ماركة ماشي رخيص هزع ماركة اللي دايرة التامان وشت بزاف الناس زعما كيشكروها وكيدلوا عليها تاف فيديوهات في اليوتيوب وكل شي كيشكروها ولكن انا صراحة مصدقت ليش صراحة كلها والتجربة ديالي وانا تجربة ديالي معها كانت فاشلة ويمد شي اللي كاينو دا بغادي نمرو لديك الشي اللي كيهجبكم الشهيوات نشارك معكم واحد المائدة ديالة العشاء السهل مهلة تحضروها بسرعة تيلا كانو عندكم هاكا شي ضيوف قلسين عندكم في الدار وكتلفوها كاشنو تديرو لهم اللي عشاها كاشي عشا خفيف فهدي كتبقى فيك رزوينة تديروها لهم اول الوصفة غدي نشاركها معاكم هي شربة بالخضار المشوية كتجي خطيرة هنا يكي مشتو درت جوش حبات ديال الجزر درت واحد جوش حبات ديال البطاطس واحد جوش حبات ديال البصل اللي قطعتهم هكا يني كبار ودرت الفلافل في الالوان واحد الحبه في الاحمر وفي الاصفر وفي الورنج وغندير واحد للمرسو ديال القرعة الحمرة وصافي البنت هنا غندير شوية ديال الزيت وشوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الاسود صافي كوشي هاد الخضر هادو هنخلطهم زيان فهكا فهات الصينية وغندخلهم الفران على درجة حرارة ميتين دراجة حاولو تحيدو يلشتوش يحبها هكا يعني محروقة بثاف حيدوها وغا انا صار حكي عجبني هذيك الريحة ديالت اللي كتكون هكا الخضره شوية في الاسوب كتجيزوينا اهو نسيت ما قلت لكم شرادر تفصوصة ديال التوما نسيت هما مهم بعدها البنات ما تشوات الخضره كيما اشتو كناخدها كنودعاف كسرونة فين غادي ان شاء الله نكمل لها الطياب بعدها البنات غادي نضيف لها هكا واحد كنور ديال الدجاج او لممكن ديال اللحم كيما بغيتو واحد المعلقة كبيرة ديال صلصة التماطم وغادي نضيف الماء سخون يكون طايب ويعني الماء كافي مهم حاولوا تحسابكم بغيتو ديروها عقدة بغيتو ديروها خفيفة لحسابكم سافي كنخليها البنات تغليغي واحد جوج غليات بحال هكا بش هكا يعني تضامت البنات الدوب وذيك اللاصوس حتى هي تنساجم مع هاد الخاليس اما الخضرارة كلها طيبة سافي ان في وكا تبدأ تغلي بحال هكا غادي نتحن نتفعليها ونتحنها مباشرة يعني تتحنوها هكا بالباتر او لديروها في الخلط الكهربائي وهاي يلا سوف بديلكم واجدة هنا البنات في مقلات وضعت القليل من الزيت وضعت واحد المعلقة صغيرة هكا دي الزبدة انخلي هاد الزبدة الدوب ومبعد غادي نضيف القمرون او الكروفات اللي كان متوفر عندكم ممكن ديرو تصدر الجاجي لمكاش عندكم الكروفات سافي غادي نضيف شوية ديال التومة محكوكا شوية ديال المعدنوس وغادي نضيف شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل اسود وغادي نخلي هاد الكروفات يتشحر اكيد على نار عالية باش هكا ما يطلقش لنا الماء وهو رضغية كي طب يعني ما تفوتو لوش ديال بساف تيقسح معاكم سافي غادي نحيد هاد الكروفات غادي نحتفط به جانبا في نفس المقلات غادي نضيف غيش شوية ديال الزيت وغادي نوضع واحد البصلة كبيرة اللي شلطها مزيان غادي نوضع واحد الفصل ديال التوم شوية ديال المعدنوس مقطع وغادي نحرك الكل جيدا عندي بادي نضيف لهاد البصلة هادية شوية ديال الملحة وشوية ديال البصار وغادي نخليها حتى تهبط بعد غادي نضيف السبانيخ هنا عندي سبانيخ كونجلي أنا كان عندي في المجمد ممكن تستعملوا السبانيخ طريين هدي يكون أفضل أنا مكنوش متوفرين عندي ولكن هادو كي يعني كي جوز وين صراحة كي سافي غادي نخلي هاد السبانيخ حتى يهبطو وحاولو ما يبقاش فيهم الماء هني نشفو مسيان مسيان بالنسبة لهاد الحوشو هدي دي السبانيخ هدي فاش نحيدها من المقلات يعني الطيب ونحيدها بالمقلات غادي نوضعها مباشرة في صفايا باش تصفة مزيان من الماء ما خسش يبقى فيها نهائيان يعني حس دي كلاسوس ديالها خس هتصفة مزيان غادي ناخدو البنات العجين المورق او الباتفويتاي انا كناخدو جاهز بطبيعة الحال يعني كيكون أسهل غادي نجيبو البنات ديك الحوشوه كي موكتلكم بعد ما صفيتها مزيان ديال السبانيخ هدي نحطها بحلاكة ندير طبقة في الجنب بحلاكة وغادي نجيب هادك الكريفات وغادي نستفو نستفو من الفوق بهذا الشكل موضح في الفيديو ممكن كي موكتلكمي لما كاش عندكم الكريفات تعودوه بصدر ديال الدجاج والالعداند اللي كانوا يتوفر عندكم انا كنعمرهم كي يجبوني يجيو هكا عامرين مبادل بنات غادي ندير رشة ديال الجبن اي نوعية ديال الجبن تكون عندكم ديروها ضروري الجبن كيتواتم بساف مع السبانيخ ومبادل بنات غادي نلف العجين ديرو الاشك الباكيتس وهنا يعني ديجة بيضاء مع شوية ديال الحليب بحدي نحاول نصد بها الجواني بحال هكا باش هكا هاد الباكيتس يتصدليه مزيان ونقطع يعني انفو ندور مرة ثانية غادي نقطع العجين بهذا الشكل موضح في الفيديو بطبيعة الحال هديك اللي اجينة الخرارة ما هادش تلحوها غادي تلصقوها معاشي اجينة خرارة اللي غا تقطعو غادي تدليكم باكيت هكا طويل هادشي اللي كان مويم هنا البنات غادي نغطي هاد الباكيت هاده هاده هندخلو الكنجيلاتور خي واحد خمسة دقايق ولا عشرة دقايق يتماسك ضروري انه يتماسك صافي هنم بعد ما مرة عشرة دقايق خرجتهم المجمد ودهنتهم بهذاك البيضة مهاشي شوية الحليب مش هكا طعني لون جميل وغادي نقطعوهم بكل سهولة كمشو ههو ما باكيت قطعوهم كيفاش كيجو دايرين كيجو ام عمرين مزيان ولداد بزاف وسهلين يعني كيتحضرو بسرعة صافي مبعد هذه نعاود ندهنهم للمرة ثانية بهذاك البيض والحليب وغادي ندخلهم الفران على درجة حرارة ميتين دراجة انا خليهم حتي يتحمرو مبادل البنات غادي ندير فوق منهم واحد الرشة هكا دي الجبن هدي غي اختياريا بتوش ديروها مديروهاش انا غي زينتهم وغادي رجعهم الفران غيدو بعليهم هداك الفخوماج الفوق وبصحة والراحة يكونوا جاهزين للاكل سهلين ماهلين معلى السوب اللي حضرناها يا سلام هنالبنات غادي نقدمهم فها الطبق هادا غادي نحط شوية ديال الاوراق ديال الجرجير اولا ممكن تحتو اوراق ديال الخاس غي خص كل شي كناشا هكا باش ميفزقوش لين المملاحات وهندو ما شوفو شكيل ديالهم بعد عنزين شوية بليتو مع تصغيز اولا ديك طماطم صغيرة هنالبنات وليداتي تشاهو عليها شي تحلية فقررت انني ندلهم التحلية فالكووس سهلة معهلا هنالبنات تقريبا ميتين جرام ديال جوبن كريمي اي نوعية تكون عندكم انا استخدمت فيلادلفيا اضفتليها تقريبا محدوج معلقات ديال الحليب المركز المحلى و نسمتها بشي شوية ديال الكراميل هاد الكراميل اللي كيتباه جاهز بحال هكا ممكن تنسموها بنيتلا يبغو تديرها بشكلات ديال واحد المعلقة ديال النوتلا كما بغيتو مهم على حسابكم مهم انا غدي نخلي هاد الخاليتي تضرب مزيان في الخلاط حتي يولي على شكل كريمي بعد غدي نضيف ميتين ميليليتر ديال الكريمة السائلة يعني كريمة الخفق السائلة و سوف نخلي هاد المكونات كلهم حتي يطلعوا مع بعدياتهم و ها هي الكريمة عندنا جاهزة باش نصيبو تحلية بالنسبة للتحلية غدي نديرها في الكؤوس عدي نوريكم غيف كاس واحد كيفاش كاتجي مهم هنا غناخد هاد البيسكوي هاد الخاص اللي كنصيبو بها تيراميسو ولا ممكن تاخدوا اي نوع بسكوي كون عندكم ما شي ضروري هاده ادي تفزقوه في الحليب ممكن الناس اللي كي بغوا القهوة تفزقوه في القهوة ممكن تفزقوه بالعصير ديال بورتقال اللي بغيتو ممكن اخدوها كاكا نقطعو كاكا نفزقو في الحليب و كنحط في الكاس كنعتادر هنا الاضاءة ديال التصوير مهم ما اردتش لها البال مدروا طبقة من هاتيك الكريمة و فوق من البيسكوي مبعد البنات كنجيب عاو تاني البيسكوي اللي كنفزقوه كندير طبقة تانية ديال البيسكوي مبعد كندير شي شوية الكراميل هناك كيزيد يعطيها هاد تحلية لده ممكن زيدوها مكسرات فرتوهم كيما بغيتو كندير الطبقة الاخيرة ديال الكريمة بهاد الشكل هاده كيجي الكوية السياس مبعد البنات فاش ساليت رهزينتهم بشي شوية الكراميل ورقائق اللوز هنا البنات انا وقعتلي صراحة واحد الفقصة مع واحد لكارت ميموار اللي سجلت فيها النهاية ديالفيديو وريتليكم لها سوب كيفاش جاد دايرة حفتحت ليكم حتى هادوك المملحات الداخل تشوفو كيفاش دايرين تحلية كل شي كل شي البنات صورتو ليكم هاديك لكارت ميموار اللي صورت فيها هادشي خسرت وما بغاوش يرجعوا لي الفيديوهات وخادرت جميع المحاوالات شي مرات كي وقعوا بحال هاد الحويج هادو الحمدلله انو كان عندي تصاور ديالطاويلة باش نوريكم شكل نهائي كفجة ديال يعني لاسوب وديال المملحات بالنسبة لاسوب فازي ينتهغي بواحد الخويت ديال الكريمة كريمة الطبخ وصفي وجهة هادو وشكل ديالها صراحة كتجي بنينة بسف كتجي لدي دال واحد درجة ما تصوروش انا هاد لاسوب هادي يعني من المفضلات ديالي وكنديرها بزاف فرمضان كتعجبني بزاف كنديرها فرمضان حتى هاد المملحات حتى هما كيجو مقرمشين بالعجين المورق اما الحشوة خطيرة ممكن تعتمدوها حتى في الورقة في البريوات كتجي زوينة بسف اما التحليا ما نعودش لكم كيما شو سهلة وكتجي زوينة وكيما لاحطو طويلة اللي كانت مميزة وسهلة هادي ممكن تحضروها تل ضيوف ديالكم اللي مثلا قالسين عندكم مثلا عدة ايام ركو عارفين كانت تلفو كل مرة شنو خسكي تديري اللغدا شنو خسكي تديري الليشها فهدي كتبقى طويلة خفيفة هكا الليشها تديروها لهم مهم انا وريتليكم مجموعة من الصور نتمنى انكم تقبلوا علي ايام وتعجبكم هاد طويلة هادي اللي تفقص صراحة تفقص فهدل الفيديو هاده لانه مشاولي الفيديوهات انا كان بغي نشارك ديك اللقطة ديال التقديم ودية التخويلة سوب وتحتى الطابلة كتعجبني بزاف ديك الفقرة ولكن ما كتابش مشي مشكل هنالبنات هنشارك معاكم واحد الكيك اللي كنت صورته صراحة ثلث يام قبل مهم ما كتبش انني يشاركو معاكم صراحة هاده كنت نحطو لكم في انستغرام فيديو انستغرام ولكن قلت ما عليش هندخلها لكم في هاد الفيديو هاده وانشاء الله انستغرام را كان وعدكم غير القشي وقيت ارا كل مرة هنزليكم يعني هكا وصفات خفاف انستغرام انشاء الله يا ربي فهد الكيك هاده تحتاجولو في المقادير مية جرام ديال السبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ هدي تحتاجو مية جرام ديال السكر سنيدة جوج حبات ديال البيض يوربعين جرام ديال الدقيق الابيض يكون مغربل عندي واحد القبصة ديال الملحة وميت وتمانين ميلي لتر ديال الكريمة السائلة كريمة الطبخ السائلة وواحد المعلقة الصغيرة ديال الفانيلا السائلة اولا ممكن ديرو كيس ديال السكر الفاني وميلعقة كبيرة ديال خميرة الحلويات وهديك الكريمة السائلة هي اللي كتضيف لهاد الكيك واحد لده زوينة واحد الزبدة احتها هي اللي كانت نوهية جيدة وبنينا ركت عطاه واحد لوغو خطير جدا فسا في اول حاجة البناتة دي تخدمو الزبدة مع اسكر ممكن غيب للخلط اليدوي ماشي ضروري لهذا الخلط الكهربائي مبيض غادي نضيفو البيض حبه بحبه غادي نضيفو الحبه اللولى مبيض نضيفو الحبه الثانية وانتو مكتخلطو مبيض غادي نضيفو الفاني ونضيفو هدك الدقيق الابيض غادي نخلطو مزيان مزيان طبيعة الحل ما تنسوش القبصات ديال الملحة انا راه نضيفوها في الدقيق مبيض غادي نضيفو خميرة الحلويات والكريمة يعني الكريمة السائلة خليوها حتى الاخر يعني هاد هاد المكوين كنضيفوه في الاخر وكيعطيها مضاق خطير هاد كيكلها كيعطيها واحد المضاق زوين بساف ممكن طبيعة الحل تعودوه بالحليب بالنسبة لبنات اللي ماندهمش الكريمة السائلة ممكن يعودوها بالحليب ولكن من الاحسن ديروها بالكريمة كيما شاركتها معاكم ركا تجيزوينة بساف هنا عندي هاد القالب هادا اللي دهنتو ديجا شوية ديالزيت وفرشت له ورق الزبدة في الاسفل وهدي نوضع الخالط هي الخالط ديال هاد الكيك كيجي متماسك ركو عارفين اللي كيك لي كيكون فيهم زبدة كيجيو هاكا يعني ماشي سائلين بساف يعني كيجو بين وبين انا نشعل الفران يسخن على درجة حرارة 180 درجة ندخلكي كالطيب وغادي نشارك معاكم الشكل النهائي طبيعة الحال ممكن قبل ما تدخلوها الطيب ترشو عليها هكا الفوق شوية ديال رقائق اللوز انا شي مرات كنديرها يعني كالرش هكا رقائق اللوز من الفوق كدجي زوين ودائما ديروا هاد العملية ديال انكم كتتضربوا هكا المول باش هكا يخرج اي هوا اللي فيها وهدي هي اشكل ديال الكيك بعد ما خرجت من الفران كيكا يومية سهلة وبنينة يعني ما دق كيجي مختلف على الكيكا اللي كتكون فيها الزيت والحليب وكشي كدجي صراحة بنينة وخفيفة وزوينة وسهلة مهلين كتتحضر بسرعة مكوينتها سهلين مهلين وهانتم ما تشوفوا هدي نفتحها ليكم انا ما صبرت شرا بقها سخونة وكن قطع فيها من الاحسان خلي واحدة تبرد شي شوية عاد وقطعوها وبصحة والراحة هكا مها كويس ديال القهوة واللي ديال الشاي يا سلام تستمتعوا بيها كيكا اللي خفيفة بزاف خفيفة خفيفة الوحد دراجة ما تصوروش يعني بحلقتن والديدة بزاف كيما كلكم اهم شيء اللدة طه الله ولي فرصكم ما تستوش العجبكم فيديو وخلي بلايك الفيديو لتشجيع باش هكا نزيد نتحمس ونشارك معاكم هكا فيديوهات اكتر قوليكم ما السلامة اطلقوا ان شاء الله في الفيديو الماجي يلا باي 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 بسلامة اشتركوا في القناة